بالصور والأدلة تكشف النيابة العامة العسكرية في سوريا تورط واشنطن بتدريب وتسليح وتمويل جماعات مسلحة لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل الأراضي السورية باحترافية عالية قامت النيابة العامة العسكرية بتوثيق ما توصلت إليه من نتائج ففي هذه الصورة تظهر دورية مشتركة نفذتها الجماعات المسلحة جنبا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين في منطقة التنف وفي صورة أخرى تدريبات على الرماية بسلاح هون من عيار 82 ملي مترا بقيادة مدرب من الجيش الأمريكي كما توصلت الأدلة الموجودة بين أيدينا وعلى رأسها إفادات أدلى بها بعض أولئك المقاتلين وقاداتهم الميدانيين إلى أنهم قد شاركوا فعلا في شن هجمات واغتيالات مباشرة استهدفت الضباط والجنود السوريين والروس كذلك وأنهم تلقوا أوامر بتنفيذ هجماتهم وبعدها مبالغ مالية والتحقيق ما زال جار حاليا لدى النيابة العامة العسكرية لمعرفة مدى تورط الأجهزة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في إدارة مثل هذه الهجمات على الأرض وبذلك يصبح هدف الوجود الأمريكي في سوريا وفق بيان النيابة العسكرية العامة هو الحفاظ على مجموعات مسلحة مثل داعش وسرقة الثروات السورية من نفط وغاز وقمح ونقلها إلى خارج الحدود أكثر من السرقة والتدريب تذهب النيابة العسكرية أبعد من ذلك وتقول إن احتلال الولايات المتحدة الأمريكية أجزاء واسعة من الأراضي السورية يشكل عدوانا عسكريا بنظر القانون الدولي وخصوصا أنها لم تحصل على موافقة الحكومة السورية هو اتهام عسكري واضح وليس اتهاما سياسيا تقول معه النيابة العامة العسكرية إن ما عرضته وغيظ من فايدة وأنها باتت تمتلك من البراهين والأدلة ما سيتيح توجيه تهمات مثبتة ضد واشنطن حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي السورية